اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن منتسبي قوة دفاع البحرين محل التقدير والفخر الدائم لما يحملونه باقتدار من أمانة المسؤولية في ميادين الشرف والفداء ما كان له الإسهام البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة إضافة على دورهم الرئيس الذي يبدلونه على الوجه الأمثل في حماية أمن الوطن ومصالحه العليا وهو دور جلي يصب في تعزيز دعائم المسيرة التنموية الشاملة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا نعم جاء ذلك لدى تفضل سموه اليوم بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن سكر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار طباط نوه سموه خلال الزيارة بما يبدله كافة منتسبي قوة دفاع البحرين من جهود وطنية بارزة تستطر في سجل التاريخ نموذجا مشرفا يعكس أروع معاني العطاء والتضحية والشجاعة والإقدام إعلاء لراية الحق داخل الوطن وخارجه مشيرا إلى أن التضحية الغالية والنفيسة لشهداء البحرين من رجال قوة دفاع البحرين في مختلف الميادين ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع على مر الزمان مؤكدا أن ما يتسم به أبناء الوطن من منتسب قوة دفاع البحرين ضمن فريق البحرين من عزيمة وثبات وروح متجددة على طريق الحق نبراس لجهد الهمم عاليا في سبيل الوطن لتبقى البحرين دائما وأبدا عالية الشأن محفوفة في قلوب الجميع خلال الزيارة قدم لسموه إجاز حول الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية التي تستم في رفع كفاءة وفعالية الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين معربا سموه عن شكره وتقديره لمنتسب قوة دفاع البحرين على إخلاصهم وضطحياتهم في أداء واجباتهم التي سطر من خلالها أروع ملامح العطاء والخفداء والتلاحم بروح وطنية مسؤولة هدفها الحفاظ على المكتسبات الحضارية لمملكة البحرين وحفظ سيادتها وتحقيق دوام عزتها ورفعتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة